موسيقى نبدأ من صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت يوتيوب سيعزز فرق العمل لمراجعة المحتوى الذي يدعم التطرف فقد قال موقع يوتيوب التابع لشركة ألفابيت أنه يخطط لتعيين مزيد من الموظفين في العام المقبل لكشف المحتوى غير الملائم وذلك في إطار استجابة الشركة لانتقادات بشأن مقاطع فيديو وتعليقات مزعجة تحرض على التطرف والعلم وصحيفة اليوم السابع المصرية نشرت تقرير مبيعات أندرويد تتفوق على آي او اس بسبب آيفون اكس فقد كشفت أحدث بيانات صادرة من شركة كانتر للأبحاث بشأن حصة سوق الهواتف الذكية عن انخفاض حصة نظام آي او اس التابع لأبل بشكل ملحوظ جدا في الولايات المتحدة على أساس سنوي وذلك بسبب تأخر في إطلاق آيفون اكس وارتفعت حصة مبيعات هواتف أندرويد في الولايات المتحدة بنسبة كبيرة تصل 8% على أساس سنوي في تلك الفترة على حساب أبل ورغم ذلك إلا أنه نظرا لاتجاهات مبيعات آيفون اكس من المرجح أن تعلن أبل عن ربع قياسي وإلى صحيفة الوطن تويتر تضيف الصور والفيديو للتصويت فقد بدأت تويتر في اختبار ميزة جديدة ربما تسهم في إنعاش ميزة التصويت مجددا إذ سيتمكن المستخدمون من وضع صورة أو فيديو في تغريدة التصويت وهذا غير ممكن حاليا ووفقا لموقع تيك دابل يو دي فإن الميزة ما تزال في وضع الاختبار وصحيفة الوئامة السعودية تطبيق جوجل الجديد لحفظ بيانات الأجهزة المحمولة فقد طرحت شركة جوجل تطبيقا جديدا باسم داتا لي للمساعدة في مراقبة وحفظ بيانات الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية ويمكن تنزيل هذا التطبيق من متجر جوجل بلاي الرقمي حيث يعمل مع أي هاتف ذكي يعمل بالإصدار أندرويد 5.0 لوليبوب أو أي إصدار أحدث من نظام تشغيل أندرويد